بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم عزيزة الله بمدرس المناهج الاهلية الصف الثاني التنوي في درس جديد من دروس التعلم عن بعد مدة احياء اثنين ودرسنا اليوم بمشيط الله هو جهاز المناعة جهاز المناعة ينقسم الى قسمين القسم الاول مناعة غير متخصصة او يسمى ايضا المناعة العامة والقسم الثاني المناعة المتخصصة وتسمى المناعة النوعية يبقى جهاز المناعة قسمين القسم الاول مناعة غير متخصصة او المناعة العامة والقسم الثاني مناعة متخصصة وتسمى المناعة النوعية المناعة العامة او المناعة الغير متخصصة هي ليست متخصصة في مرض معين مسبب مرض معين تقاومه فهي تحمي الجسم ضد جميع مسببات الأمراض كما أن المناعة العامة هي خط الدفاع الأول للجسم لا تستهدف نوع محدد من مسببات الأمراض بل تقاوم جميع مسببات الأمراض المناعة العامة أو غير متخصصة لا تحتاج الوقت كي تبدأ في عملها طبعا المناعة العامة تكون أقل كفاءة أو أقل فاعلية من المناعة النوعية أو المناعة المتخصصة كما سمر من أشكال المناعة العامة واحد الحواجز الحواجز في مثالين عليها أول حاجز هو حاجز الجلد والجلد يعمل عمل مناعة فهو يعمل كحائط صد منيع ضد مسببات الأمراض فهو خط الدفاع الرئيسي الجلد خط الدفاع الرئيسي ضد الأمراض المعدية ومسببات الأمراض الجلد حائط صد بإفرازاته وبالخلايا الميتة الموجودة في الجلد الخلايا الميتة في الجلد الخلايا الميتة اللي في الجلد بتعمل على حماية ضد دخول وغزو المخلوقات الدقيقة ومسببات الأمراض تمنع دخول مسببات الأمراض إلى الجسم كما أن البكتيريا التي تعيش مع الجلد في علاقة تبادل منفعة في علاقة كافرية من نوع تبادل منفعة تقوم هذه البكتيريا التي تعيش مع الجلد بهضم بعض الزيوت الموجودة في الجلد وتنتج لنا بعض الأحماض هذه الأحماض بتعمل على تصبيت العديد من مسببات الأمراض تصبيط ومنع وتقليل نشاط الكثير من مسببات الأمراض فالجلد هو أول نوع من أنواع الحواجز وهو نوع من أنواع المناعة الغير متخصصة يقوم الجلد بحماية الجسم من مسببات الأمراض عن طريق الخلايا الميتة المتراكمة تعمل كحاجز يحول دون دخول المواد الغريبة والأجسام الغريبة والمخلوقات الدقيقة إلى الجسم وكذلك الخلايا التي تعيش في علاقة تكافرية من نوع تبادل منفعة مع الجلد حيث تقوم هذه البكتيريا التي تعيش في علاقة تبادل منفعة مع الجلد تقوم بخضم بعض الضهون والزيوت الموجودة في الجلد وإفراز هذه الأحماض تعمل على قتل وتصبيط ومنع دخول العديد من مسببات الأمراض يبقى أول حاجز خدناه كان هو الحاجز الجلد الحاجز الثاني من الحواجز هي الحواجز الكيميائية وتشمل اللعاب والدموع والإفرازات الأنفية اللي هو المخاط وكذلك تشمل الحمض الموجود في المعدة تشمل الحمض الموجود في المعدة حمض HCL كل هذه المواد الكيميائية الدموع والمخاط واللعاب يمنع ويقتل الكثير من مسببات الأمراض والبكتيريا إذا استطاعت أن تختارك هذه الحواجز الحاجز الجلد وحاجز الحواجز الكيميائية نجد أن هناك نوع آخر من المناعة الغير متخصصة أو المناعة العامة تسمى الدفاعات الخلوية أو الدفاع الخلوي الدفاع الخلوي عبارة عن خلايا من الخلايا الدم البيضاء التي تسمى أيضا خلايا اللنفية منها بعض الأنواع فهناك خلايا من قرات الدم البيضاء تسمى الخلايا الأقولة الكبيرة والخلايا الأقولة المتعدلة هذه الخلايا الأقولة الكبيرة والمتعدلة تقوم بما يعرف باسمها عملية تسمى عملية البلعامة عملية البلعامة حيث عملية البلعامة هذه تفرز هذه الخلايا تحيط بالخلايا الأكولة الكبيرة والأكولة المتعدلة تحيط بالمخلوقات الغريبة تحيط الخلايا الدم الأكولة الكبيرة والمتعدلة بالمخلوقات الدقيقة الغريبة وتفرز عليها انزيمات هاضمة ومواد كميائية تبدأ في تحليلها الخلايا الأكولة الكبيرة والخلايا الأكولة المتعدلة تحتوي على أجسام محللة تسمى ليسوسومات هذه السوسومات تفرز على الخلايا الغريبة انزيمات هاضمة تعمل على هضمها وتدمير الغشاء البلازم للخلايا الغريبة نرجع ثاني الدفاع الخلوي يكمن ويتلخص في أن يوجد في الجسم إذا دخل مسبب مرض إلى الجسم يوجد خلايا تسمى الخلايا الأكولة بأنوحة الكبيرة والمتعدلة تقوم هذه الخلايا الأكولة الكبيرة والمتعدلة تقوم بعملية تسمى عملية البلعمة وعملية البلعمة هي أن الخلايا الأكولة تحيط بمسبب المرض أو الجسم الغريب وتفرز عليه انزيمات تعمل على هضمه وتحليله يساعد ويعزز من عملية البلعمة شيء يسمى البروتينات المتممة البروتينات المتممة هي عبارة عن بروتينات موجودة في بلازمة دم بروتينات موجودة في بلازمة دم يوجد حوالي 20 نوع من أنواع البروتينات تسمى البروتينات المتممة موجودة في البلازمة الدم هذه البروتونات تعزز من عمل عملية البلعمة وتساهم في حدوث عملية البلعمة وتساعد الخلايا الأقولة بأنوحها في الارتباط بشكل أفضل مع مسبب المرض ويعني القدرة على تنفيذ عملية البلعمة بشكل أضق وأفضل لكي نفهم كيف تعمل الخلايا البروتونات المتممة كيف تعزز من عملية البلعمة نبص لهذا الشكل البروتين المتمم هذا هو البروتين المتمم هذا هو البروتين المتمم يختارق الغشاء البلازمي للخلايا الغريبة أو الخلايا البكترية ويعمل مثل فجوة فتندفع السوائل والمواد داخل هذا البروتين المتمم ويدخل داخل الغشاء البلازمي وداخل خلايا المسبب للمرض فتظل المواد والسوائل تدخل داخل المسبب للمرض حتى ينفجر هذا مسبب المرض تمام؟ تندفع السوائل إلى داخل الخلية الغريبة طبعا ويسبب انفجارها من الذي جعل المواد والسوائل تندفع داخل الخلية الغريبة أو خلية البكتيريا هو البلوتينات المتممة الذي انغرس في الغشاء البلازمي للخلية الغريبة وخلية البكتيريا وكوّم ما يشبه بالأنبوب الذي جعل السوائل تندفع إلى داخل الخلية البكتيرية أو الخلية الغريبة فالبلوتينات المتممة الحاصل أنها تسهل وتعزز من عملية عملية البلعمة طيب طبعا دين أمثلة على الخلايا الأكلة ففي عندنا الخلايا الأكلة المتعدلة تعمل تقوم بعملية البلعمة الخلايا الأكلة الكبيرة تقوم بعملية البلعمة أيضا بالإضافة إلى أنها تتخلص من الخلايا المتعدلة الميتة الخلايا اللينفية هو يعني نوع من أنواع الخلايا الدم البيضاء التي تقوم بعمل في جهاز المناعة طيب يبقى احنا خدنا في المناعة المتخصصة في المناعة الاسف الغير متخصصة او العامة خدنا الحواجز بنوعيه الجلد والحواجز الكيميائية كما ذكرنا الدفاع الخلوي الذي يتلخص في عملية البلعماء التي تقوم بها بعض انواع الخلايا اللنفية او خلايا الكرات الدم البيضاء التي يعني من امثلتها الخلايا الاكولة الكبيرة والخلايا الاكولة المتعدلة وتعرضنا للبروتنات المتممة وهي حوالي 20 نوع من انواع البروتنات الموجودة في بلازمة الدم وتعزز وتساهم في عملية البلعماء بشكل افضل وشرحناها وشفناها رقم 3 في المناعة الغير متخصصة ما يسمى بالانترفيرون الانترفيرون هذا هو عبارة عن بروتين تفرجه الخلايا المصابة بالفيروس الخلايا المصابة بالفيروس فيقوم هذا البروتين وهو الانترفيرون بتحفيز الخلايا المجاورة للخلايا المصابة بالفيروس على انتاج بروتين جديد هذا البروتين الجديد يقاوم الفيروس نقول ثاني الانترفيرون هو بروتين تفرجه الخلايا المصابة بالفيروسات فيقوم هذا البروتين الانترفيرون بتحفيز وتحفيز يعني جعل الخلايا المجاورة للخلايا المصابة بإفراز بروتين جديد يقاوم الفيروس الانترفيرون عندما يدخل الفيروس إلى الجسم يساعد خط الدفاع الخلاوي آخر يمنع لتشرف الفيروس اللي هو الانترفيرون حيث تفرز الخلايا المصابة الخلايا المصابة تفرز الخلايا المصابة بالفيروس بروتين يسمى الانترفيرون يبقى لازم أن تأفرز الانترفيرون خلايا المصابة بالفيروس يرتبط الانترفيرون بدوره يرتبط مع الخلايا المجاورة ويحفزها على إنتاج بروتينات مضادة للفيروس يمنع من تضاعف الفيروس يبقى الانترفيرون لن يقاوم هو الفيروس لكن سوف يحافظ الخلايا المجورة على إنتاج بروتين جديد هو الذي يمنع من تضاعف الفيروس طيب رقم 4 في المناعة العامة الاستجابة الالتهابية الاستجابة الالتهابية هو عبارة عن عندما يكون في جسم غريب في الجسم لما يدخل مسبب مرض الى داخل الجسم فان هذا مسبب المرض ينتج بعض المواد الكيميائية وكذلك الخلايا الجسم تنتج مواد كيميائية اخرى يفرز الجسم والمسبب المرض كل منهما يفرز مواد كيميائية معينة هذه المواد الكيميائية معينة تحفز الجسم على ارسال المزيد من الدم وتدفقه هو اتساع نفذية الشعارات الدموية لكي تصل الى مكان العدوى او مكان الاصابة العديد من كرات الدم البيضاء التي تتراكم في هذه المنطقة مسببة الالتهابات الالتهابات هي تريد ان تكافح وتقاوم المسبب المرض لكن بيكون لها بعض الاصار مثل الام حدة وارتفع في درجة الحرارة والاحمرار كل هذه الاحرارات تنتج نتيجة حدوث الالتهابات يبقى الاستجابة الالتهابية عندما يكون هناك سلسلة من الخطوات معقدة من اجل مقاومة المرض فعندما يدمر مسبب مرض نسيج معين تفرز مواد كميائية مسببة مواد كميائية معينة لما يدمر مسبب مرض نسيج بيتم يفرز مواد كميائية من مسبب المرض ومن خلايا الجسم الجسم يفرز مواد كميائية ومسبب المرض يفرز مواد كميائية فهذه المواد الكميائية التي يفرزها الجسم ومسبب المرض يحفز هذه المواد الخلايا الأقولة الى هذه المنطقة يستدعي الخلايا الأكولة والخلايا اللينفية وقرات دم البيضاء أن تذهب إلى هذه المنطقة ويزداد تضفق الدم إلى هذه المنطقة وتزداد نفذية الأوعية الدموية للسماح للكرات دم البيضاء بالوصول إلى هذه المنطقة فيحصل هذه الالتهابات طبعا في يعني أعراض جانبية للالتهابات مثل اتفاع الحرارة والألام الحادة والإحمرار ده كل هذه من أعراض الالتهابات نلخص الأنواع المناعة الغير متخصصة الحواجز وتشمل الجلد والحواجز الكيميائية مثل اللعاب والمخاط والحمد في المعدة اتنين الدفاع الخلوي ويشمل عملية البلعمة والبروتينيات المتممة والخلايا الأكول الكبيرة والخلايا الأكولة المتعدلة الانترفيرون وهو بروتين تفرزه الخلايا المصابة بالفيروس فيسبب تحفيز الخلايا المجاورة على إفراز بروتين يمنع من تضاعف الفيروس أخيرا الاستجابة التهابية وهو عبارة عن استجابة الجسم النتيجة لإفراز مواد كيميائية من مسبب المرض ومن الخلايا فيتم تضفق المزيد من كرة الدم البيضاء وزيادة نفذية الشعار الدموية مما يحدث هذه التهابات ويكون بعض الأثار الجنبية مثل بعض الألم الحادة والحرارة والإحمرار المناعة المتخصصة كما ذكرنا أنها أكثر فعالية لكنها تحتاج إلى بعض الوقت وتكون متخصصة في مسبب مرض واحد فقط تسمى المناعة المتخصصة أو المناعة النوعية جهاز المناعة يسمى أحياناً بالجهاز الليمفي يسمى الجهاز الليمفي ويضم الجهاز الليمفي أعضاء وخلايا تعمل على ترشيح سائل موجود في الجسم يسمى السائل الليمفي يبقى فيه هناك خلايا وأنسجة وعقد وأعضاء تبع الجهاز الليمفي هذه الأعضاء تعمل على ترشيح السائل الليمفي والسائل الليمفي هو سائل يغمر العديد من أنسجة الجسم أو معظم أنسجة الجسم ويقوم فلترته وترشيحه في العقد اللنفية وأعضاء الجهاز اللنفي الجهاز اللنفي يدمر وظيفته أنه يدمر الخلايا الغريبة أو الضقائق الغريبة كما يعمل الجهاز اللنفي على مصاص الدهون الجهاز اللنفي مرتبط بالجهاز الضوران بشكل كبير طبعا دي شكل يوضح بعض أعضاء وانسجد وعقد الخلايا اللنفية في الجسم طبعا بيشمل الطحال بيشمل اللوزتين بيشمل الزائدة الدودية تمام الزائدة الدودية الزائدة الدودية الطحال اللوزتين طبعا وغد الزاعترية الموجودة في القلب طبعا في الكثير من العقد اللنفية اللي موجودة في الجسم عدد من العقد اللنفية وانسجة لنفية يعمل كل هذه الأعضاء على ترشيح السال اللنفي وسائل اللمفي يغمر أماكن الجسم ويتم ترشحها داخل عضاء سائل اللمفي عضاء الجهاز اللمفي يحوي عضاء الجهاز اللمفي على أنسجة لنفية وخلايا لنفية وأنواع من خلايا وأنسجة ضمة الخلايا لنفية طبعا هي عبارة عن خلايا الدم البيضاء النوع من الخلايا الخلايا اللمفي هي أنواع من خلايا الدم البيضاء التي تنتج طبعا الخلايا الدم البيضاء تنتج فيه النخوع العظمي الأحمر تضم هذه الخلايا 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 اللمفي هي خلايا الدم البيضاء الخلايا اللمفي هي خلايا الدم البيضاء طيب أعضاء الجهاز الأعضاء اللمفي تشمل اللوزيتين كما تذكرنا والطحال والغد الزعترية ويوجد أنسجة منتشرة في أماكن متنوعة من الجسم لا سيامة مثلا في المناطق الهضم والتنفس والجهاز البولي والجهاز التناسولي طبعا يتم ترشيح العقد اللنفية ترشح السائل اللنفي وتقتل مخلصات وتخلصه من المواد الغريبة والأجسام الغريبة والمسببات المرض اللوزيتين بتشكل حلقة خاصة بالنسيج اللنفي بين التجويف الفم والأمف هذه المنطقة يقوم فيها الكثير من الأجسام الغريبة ففيه اللوزيتين كحلقة حماية لهذه المنطقة اللوزيتين حلقة حماية خاصة بين التجويف الفمي والتجويف الأمفي طبعا بتساعدوا على التخلص من البكتيريا والأجسام الغريبة في منطقة الأمف والفم دين اللوزيتين بتقوم بهذا الأمر أما بالنسبة للطحال فإنه يخزن الدم ويحطم الخلايا الدم الحمراء التالفة والهارمة كما أن يوجد فيه نسيج لنفي موجود فيه الطحال بيخزن الدم وبيحطم لنا خلايا الدم الحمراء كما يحوي على نسيج لنفي يستجيب للأجسام المضادة الغريبة في الدم ويعمل على تحطمها وتخلص الجسم منها يوجد برضو الغد الزعترية والغد الزعترية تقع فوق القلب وتول العب دور مهم في تنشيط نوع خاص من الخلايا اللي فيها يسمى الخلايا التائية كما سوف نذكرها يبقى الخلايا الزعترية بالغد الزعترية بتقوم بتنشيط الخلايا التائية وطبعا الخلايا التائية كلها بتنتج فيه النخوى العظمي الأحمر كما أن الغد الزعترية لها وظيفة تانية غير إنها بتنشيط الخلايا التائية فهي بتتميز وتنضج الخلايا البائية الخلايا البائية بتتميز وتنضج في الغد الزعترية طيب عندنا شيء يسمى استجابة الخلايا البائية عملا نقول إن الغد الزعترية هتنشيط لها خلايا التائية وتتميز فيها وتنضج الخلايا البائية نريد إن يعرف ماهو وظيفة الخلايا البائية يب إحنا ذكرنا Cathy من الخلايا اللنفية ذكرنا من خرّات دم البيضاء أو من خلايا في وجهز الللمفي ذكرنا الخلايا الأكله الكبيرو الخلايا المتعادلة الخلايا التائية والخلايا البائيية يوجد هناك شيء يسمى الجسم المضاد الأجسام المضادة الأجسام المضادة هي بروتينات تنتجها الخلايا اللينفية البائية التي كانت تتميز وتنطج في الغدة الزعترية يبقى الأجسام المضادة هي بروتينات تنتجها الخلايا اللينفية البائية والخلايا البائية لها اسم البلازمية يبقى استطيع أن أقول الخلايا البائية أو الخلايا البلازمية يبقى الأجسام المضادة هي بروتينات تنتجها تنتجها الخلايا الباقية وتتفاعل بشكل خاص مع مولد الضد المولد الضد الغريب طيب ما هو مولد الضد مولد الضد هو مسبب المرض مولد الضد اهو مسبب المولد الضد هو آآ مادة غريبة آآ عن الجسم وتؤدي الاستجابة المناعة تمام طيب يبقى مولد الضد ايه هو الجسم الغريب الجسم الغريب هو اي مرض اي مسبب مرض بكتيريا فيروس فطريات سموم اي شيء بيسبب جسم غريب مولد الضد هو اي جسم غريب بيسبب ان الجسم يبدأ يتعامل معه وينتج استجابة منعية طب ايه هو الجسم المضاد الجسم المضاد هو بروتينات تنتجها الخلايا البائية لكي يتفاعل بشكل خاص مع مولد الضد يقضي على مولد الضد يقضي على مولد الضد ويقتله ويدمره هذا هو الجسم المضاد يبقى الجسم المضاد له تفاعل خاص مع مولد ضد يعني تفاعل خاص يعني يقتله ويدمره بشكل جدا فعال وما هو مولد ضد هو مسبب الأمراض مسبب المرض مولد ضد هو مادة غريبة عن الجسم وتؤدي إلى استجابة المناعة يبقى مولد ضد بيؤدي إلى إنتاج الجسم المضاد والجسم المضاد يقوم بقتل وتدمير المولد ضد من الذي ينتج لأجسام المضادة؟ الذي ينتج الأجسام المضادة هو الخلايا البائية وما الذي يدفع الخلايا البائية على إفراز الأجسام المضادة هو وجود مولد الضد الأجسام المضادة الخلايا البلازمية طبعا أو البائية هي مصانع الأجسام المضادة هي مصانع الأجسام المضادة وهي خلايا لينفية وهي خلايا لينفية كيف تقوم الخلايا البائية كيف تقوم الخلايا الباقية بإفراز وإنتاج الأجسام المضادة تفرز الخلايا الباقية تفرز الأجسام المضادة نتيجة وجود مولد الضد داخل الجسم طيب عايزين نعرف خطوات إزاي الخلايا الباقية أو الخلايا البلازمية تنتج مولد الضد هذا البروتين الذي يقضي ويتفاعل بشكل خاص مع مولد الضد طيب بيقولك في النسيج اللينفي أو مثل العقد اللينفية يوجد خلايا الأكل الكبيرة الخلايا الأكل الكبيرة ترتبط الخلايا الأكل الكبيرة عندما يدخل مولد الضد أو المسبب المرض إلى الجسم يرتبط أول ما يرتبط به ويعني يشتبك مع أول ما يشتبك مع الخلايا الأكل الكبيرة تقوم الخلايا الأكل الكبيرة بعملية البلعمة ماشي طيب وترتبط به بعد ما تتم بلعمة المسبب المرض أو مولد الضد فإن الخلايا الأكل الكبيرة تأخذ جزء وترتبط بجزء من مولد الضد وتجعله على سطحها هذا الجزء يسمى المولد ضد المعالج تمام طيب يبقى عندما يدخل كيف يتم إنتاج كيف يتم إنتاج الأجسام المضادة عندما يدخل مولد الضد إلى الجسم تبدأ الخلايا الأكولة الكبيرة بتعامل معاه وترتبط بجزء من مولد الضد تقتل وتبلعم المولد الضد ويبقى جزء من مولد الضد تجعله على سطحها على سطحها ثم ترتبط هذه الخلايا بخلايا تسمى الخلايا التائية المساعدة الخلايا التائية المساعدة يبقى الخلايا الأكولة الكبيرة ارتبطت بمولد الضد على سطحها ثم بعد أن هي الخلايا الأكولة الكبيرة أخذت جزء من مولد الضد وجعلته على سطحها ترتبط بما يعرف باسم الخلايا التائية المساعدة مما يؤدي إلى تنشيط الخلايا التائية المساعدة يبقى أولا الخلايا الأكولة قتلت مولد ضد وأخذ جزء منه على سطحها ثم ترتبط مع هذا الجزء بالخلايا التائية المساعدة مما يؤدي إلى تنشيط الخلايا التائية المساعدة هذه الخلايا التائية المساعدة بدورها ترتبط بالخلايا البائية ترتبط بالخلايا البائية وتنشطها ترتبط بالخلايا البائية وتنشطها فتقوم الخلايا البائية بالتكاثر وإنتاج الجسم المضاد الذي يتفاعل بشكل خاص جدا مع مولد ضد ويسبب تدميره الخطوة هي تتكاثر الخلايا التائية المساعدة وترتبط مولد ضد المعالج والخلايا الباقية تستمر الخلايا التائية الجديدة في عملية الاتحاد مع مولد ضد جديدة وترتبط مع الخلايا الباقية وتتكاثر كل هذا حدث بعد أن قامت الخلايا الأقولة بالتفاعل مع الجسم الغريب أو مولد ضد وأخذت جزء منه على سطحها وجعلته موجود على سطحها فيما يعرف باسم مولد ضد المعالج ثم بعد أن ارتبطت الخلايا الأقولة الكبيرة بمولد ضد المعالج ترتبط بالخلايا التائية المساعدة ثم تنشط الخلايا التائية المساعدة وبدورها الخلايا التائية المساعدة ترتبط بالخلايا الباقية وتنشطها والخلايا الباقية تتكاثر وتنتج الأجسام المضادة بمجرد اتحاد الخلايا التائية المساعدة نشيطة مع خلايا باقية حاملة للمولد الضد فإن الخلايا الباقية تصنع الأجسام المضادة التي تتفاعل التبتح بشكل خاص مع مولد الضد طبعاً الأجسام المضادة تقوم بالاستجابة المناعية بارتباط مع المخلوقات الغريبة وتجعل عملية البلعامة أكثر وأكثر وتحفز الاستجابة الالتهابية بإرسال المزيد من كرة الدم البيضاء تستطيع الخلايا الباقية إنتاج إذا استطعت أنها تنتج لنا مكونات الجسم المضاد بيتكون من شيئين الجسم المضاد بيتكون من شيئين هذا تركيب الجسم المضاد الإجسام المضادة بتتكون من شيئين سلاسل بروتينية سقيلة هذه وسلاسل بروتينية خفيفة وسلاسل بروتينية خفيفة فإذا استطاعت الإجسام المضادة إفراز يعني عدد معين من وإنتاج عدد معين من السلاسل بروتينية السقيلة وعدد آخر فيكون هناك عدد ضخم جدا من أنواع البروتينات اللي هي الأجسام المضادة يعني تستطيع الخلايا الباقية في إنتاج العديد من الأجسام المضادة ولا يسمى المضادة تتفاعل بشكل خاص وبعال جدا مع مولد الضد طيب الخطوات نلخصها خطوات تكوين الإجسام المضادة تتفاعل وترتبط الخلايا الأكولة الكبيرة بمولد الضد وتأخذ جزء منه وتجعله على خلاياها يسمى مولد الضد المعالج ثم ترتبط الخلايا الأكولة الكبيرة بالخلايا التائية المساعدة وتنشطها وتنقسم وتتكسر وبالتالي ترتبط الخلايا التائية المساعدة بعد استقبالها لهذا مولد الضد المعالج بالخلايا الباقية فتحفزها وتنشطها وتقوم الخلايا الباقية بإنتاج أجسام مضادة التي تعمل على التفاعل بشكل خاص وتحفز عملية البلعامة والاستجابة الالتحابية ضد المرض وتقضي عليه أحيانا يكون هناك ارتباط الخلايا التائية المساعدة بدلا من ترتبط بالخلايا الباقية ترتبط بخلايا تسمى الخلايا التائية القاتلة الخلايا التائية القاتلة تقوم بإفراد مواد كيميائية تدمر مسبب المرض أو تقوم بتدمير وتحليل الخلايا المريضة نفسها هناك رسم يوضح عملية تكوين الأجساء المضادة وتفعيل وتنشيط الأجساء الخلايا الباقية والخلايا التائية القاتلة أول خطوة هو خلايا الأكل الكبيرة تتفاعل مع مولد الضد وتأخذ جزء منه يسمى المولد الضد المعالج يكون على اسمها ثم على سطحها ثم ترتبط الخلايا الأكل الكبيرة بالخلايا التائية المساعدة الخلايا التائية المساعدة تقوم الخلايا التائية المساعدة بعد ذلك بأخذ مولد الضد وتتنشط وتتكسر ثم تقوم بدورها الخلايا التائية المساعدة بالارتباط بالخلايا الباقية الخلايا الباقية أو ترتبط بالخلايا التائية القاتلة إما ترتبط بالخلايا الباقية الخلايا التائية المساعدة إما ترتبط بالخلايا التائية أو التائية القاتلة أو الخلايا الباقية الخلايا الباقية إذا ارتبطت بها الخلايا المساعدة فيتم تنشطها وتتكسر وتنتج لنا الأجسام المضادة إذا ارتبطت الخلايا التائية المساعدة بالخلايا التائية القاتلة فإن الخلايا التائية القاتلة تفرز بعض السموم المواد الكمية ضد مولد المرض ضد مسبب المرض وتقضي عليها أو يمكن أن تحلل الخلية المريضة تمام هذا هو الاستجابة المنعية المتخصصة وتكوين الإجسام المضادة أو تكوين بعض المواد الكيميائية التي تقضي على المرض بعد هذه العملية يوجد بعض يظل بعض أنواع الخلايا وتسمى الخلايا الذاكرة من الخلايا الباقية أو الخلايا التائية هذه الخلايا الذاكرة تستمر فترة زمنية طويلة لكي تقوم بالاستجابة المباشرة إذا تم تعرض الجسم لنفس المرض طيب نريد أن نعرف ما هي الخلايا الذاكرة الخلايا الذاكرة هي خلايا هي خلايا الخلايا الذاكرة هي خلايا تائية أو باقية تعيش فترة زمنية طويلة بعد التعرض لمولد الضد بأثناء الاستجابة المنعية الأولى وتستجيب هذه الخلايا بسرعة إذا تعرض الجسم للغاز مسبب مرض نفسه خلاص مش هنبدأ نجيب خلايا أكل كبيرة وبعدين خلايا تائية مساعدة ثم خلايا باقية وثم تفرض الجسم مضاد لا تكون الخلايا الباقية أو الخلايا التائية القتلة موجودة وهذه الخلايا تعيش فترات زمنية طويلة هناك مصطلح يعرف باسم المناعة السلبية المناعة السلبية هو أن الجسم لا يصنع أجسام مضادة بل يأخذها من جسم آخر في بعض الأحيان يحتاج الجسم إلى حماية مؤقتة ضد مرض معدي وهذا يسمى بمنعة سلبية حيث يتم أغذي أجسام مضادة من جسم آخر وهذه المناعة السلبية موجودة في بين الأم وطفلها وبين الأم والجنين أثناء تبادل المواد في المشيمة وكذلك الطفل مع الحليب الأم وكذلك توجد المناعة السلبية وتستخدم في العلاج والوقاية من بعض الأمراض مثل التهاب الكبدي الوبائي A و B والتيفود وإبطال بعض السموم والأفاعي والعطارب لأن الجسم لن يستطيع أن يعني سوف يتأثر بأسهم وببعض الأمراض فيتم أغذها من مخلوقات أخرى إما إنسان وإما حيوان تكونت عنده هذه الأجسام المضادة وأشهر أمثل على المناعة السلبية هو الأم مع جنينها والأم مع طفلها أثناء عملية الرضاعة وعملية الحمل طيب أما المناعة الإجابية المناعة الإجابية يقصد بالمناعة الإجابية هو إنتاج إنتاج خلايا زكرة وتحدث المناعة الإجابية بعد تعرض الجسم موليد ضد وإنتاج خلايا زكرة وتحدث المناعة الإيجابية نتيجة حدوث المرض والتغلب عليه أو نتيجة التطعيم يبقى المناعة الإيجابية أن الجسم ذاته هو الذي يبني الأجسام المضادة ويكون لنا الخلايا الذاكرة وتحدث المناعة الإيجابية نتيجة عملية التطعيم أو عملية أن الإنسان مرض بمرض معدي واستطاع الجسم التغلب عليه طيب ماذا يقصد بالتطعيم؟ التطعيم يقصد به حقن الجسم بقصد بمولد ضد بهدف تطوير استجابة مناعية أولية وإنتاج خلايا ذاكرة وانتاج خلايا ذاكرة يبقى التطعيم هو حقن الجسم بقصد مولد ضد ضعيف لتطوير استجابة مناعية وانتاج خلايا ذاكرة يبقى المناعة الإيجابية هو ان الجسم ينتج اجسام مضادة وينتج خلايا ذاكرة نتيجة تعرضه لمرض معدي او تعرضه للتطعيم والتطعيم هو حقن الجسم بقصد لتطوير استجابة مناعية اولية طبعا الرسم دو بيوضح ان الاستجابة المناعية في المرة الاولى بتكون يعني ليست بالدرجة الكافية لكن في المرة الثانية او عند تعرض الانسان لمسابق مولد ضد المرة الثانية فيكون الاستجابة جدا ممتطورة طيب هناك يعني يحدث احيانا ما يسمى بفشل جهاز المناعة نتيجة بعض الامراض لا يقوم جهاز المناعة بوظيفته واشهر الاشياء التي تسبب فشل جهاز المناعة فيروس HIV الذي يسبب مرض المناعة المكتسب وخطورة مرض المناعة المكتسب او الذي يسببه فيروس HIV هو انه يدمر الخلايا التائية المساعدة تذكر الدور المهم الذي تقوم به الخلايا التائية المساعدة في جهاز المناعة حيث يصيب فيروس HIV بشكل رئيسي الخلايا التائية المساعدة ويقوم بتدمرها فهذا هو خطورة مرض HIV او مرض الادز انه يدمر الخلايا التائية المساعدة التي احيانا تسمى CD4+, لانه في مستقبل فيه هذه الخلايا بهذا الاسم طبعا الذي ينقل مرض الادز او النقص المناعة المكتسب هو الاتصال الجنسي والام مع جنينها وتبادل الدم الملوث الملوث المسبب لمرض الادز او نقص المناعة المكتسب هو فيروس HIV خطورة مرض الادز هو تدمير الخلايا التائية المساعدة بهذا عزائي طلاب مدرس المناعج نكون قد انهينا معكم درس جهاز المناعة نسعد باستقبال اسئلاتكم واصفصالاتكم على قنواتنا الرسمية الواتساب والتليجرام تعلمونا مستمر بهمتكم ضمتم بخير